ماذا عن سيناريوهات وكيفية الرد الإيراني على إسرائيل وبطبيعة الحال الأنظار تتجه إلى تصور كيفية الرد وتوقيت الهجوم على وجه التحديد الرد سيأتي كرد فعل لعملية وصفة أنها عملية قاسية على إيران استهداف الضيف انتهاك السيادة في هذا التوقيت وفي هذا الهدف النوعي واضح جدا أن رد الفعل سيكون رد فعل ليس تقليدي على اعتبار الضربة كانت لوعية فالرد الفعل سيكون نوعي ستستخدم فيه بحسب التوقع إيران الجبهات المتعددة القدرات القتالية المتنوعة وعني بها الدرون والصواريخ البالستية الجبهات المتعددة التي تقترب أو تبتعد بساحة القتال ولا سيما في خط التماس الحدود مع الجولان أو في لبنان وحدة الساحات ستكون حاضرة المعادلة الأكثر خطورة من المتوقع أن تستخدم صواريخ عالية السرعة أو التي نطلق عليها نحن بالهايبرسونيك والهايبرسونيك هي الصواريخ التي تحلق بسرعة خمس مرات أو أكثر من سرعة الصوت يعني تفوق سرعة الصوت بخمسة أضعاف سرعة الصوت التي تعادل ماخ أو ماك هي 1224 كم بالساعة فماذا لو كان الصاروخ يحلق بأكثر من 6000 كم بالساعة معنى ذلك سيكون عصيا على الرصد والاستمكان الراداري لبطاريات الصواريخ فضلا عن قدرة الإسكات والأبعد من ذلك أن هذه التقنية لا توجد في العالم كله إلا عند روسيا فإذا حصل واستخدمت هذه الصواريخ ستحضر التقنية الروسية في الرد كما تحضر التقنية الإيرانية في رد الفصائل سبعا كانت في العراق أو في سوريا أو في لبنان أو حتى في اليمن وفي فلسطين فالمعادلة تشيء إلى مزيد من التصعيد إذا دخلت مثل هكذا صواريخ وأربكت الوضع ما هو رد الفعل على إيران وعلى روسيا فضلا عن معادلة معايير القلق ليست فقط عند منطقة الشرق الأوسط وإنما عند الإرادة الدولية خشية من اندلاع حرب عالمية ثالثة لأن الحرب في الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط تذر بحرب عالمية ثالثة خط الناري الذي شكلته البحرية البريطانية والبحرية الأمريكية يدلل على أن هناك قلق دولي وأنه يجب أن تكون هناك حصانة ضامنة لخطوط نارية متعددة على المستوى الصاروخي لا تكتفي فقط في الردع بالقبة الحديدية بالرغم من وجود الأرو 2 الأرو 3 والباتريوت ضمن مكونات أو تركيبة القبة الحديدية بالنسبة لإسرائيل ولكن عززت بإسناد ناري بحري خشية من المشاغلة بحرا أو خشية من تعدد الجبهات وتعدد المحاور فضلا عن الرشقات أو الموجات الصاروخية ما يقتضي إسناد نارية فإحنا أمام معادلة القلق فيها ليس شرق وسطيا فقط وإنما عالميا وبحسب طبيعة الضربة التي ستقودها إيران بجبهات متعددة والخسائر التي تقع سيكون الرد لذلك إذا كانت الضربة محدودة فمعنى ذلك سنبقى في إطار الحرب المحدودة والمقيدة التي لا تذهب باتجاه الخيارات المفتوحة أما حديث سماحة سيد نصر الله على أن الضربة ستكون من لبنان أشد وقعا ربما لبنان ستستهدف مواقع فيها مساس بالمواطنين يعني بالمدنيين لأنه هي أساسا تعتبر أنه كسر القيد وما استهدفت فقط أهدافها العسكرية وإنما استهدفوا مدنيين وسقطوا ضحايا مدنيين فلذلك هي ستقابل بالمثل في إسرائيل هذه هي ربما الرؤية المستقبلية